بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية ان شاء الله ناخد النهار ده هناخد الحياة الثقافية والفكرية هنتكلم في الدرس ده عن ايه؟ عن العلم والعمارة والفن يعني درسنا الدرس التالت هناخد فيه تلات عناصر العلم والعمارة والفن بس طبعا مش هناخدهم كلهم مع بعض لشان ما يبقاش كتير علينا هناخد طبعا حلقتين او نقسمه على حلقتين لم يترك المصر القديم مجالا من المجالات الا وابدع فيه فكما ابدع في الادب ابدع ايضا في العلوم والعمارة والفنون احنا عارفين طبعا المصريين دولة ناس ايه؟ ناس عباقرة يعني شديد الزكاء برعوا في كل مجالات في علوم كتيرة جدا طبعا نبغوا فيها وتوصلوا فيها انجازات كبيرة جدا في مجال الفلك في مجال الطب الكيميا الهندسة الحساب كل هذه ايه المجالات هنتعرف ان شاء الله عليها دلوقتي ونشوف ايه الحاجات اللي وصلوا لها نبدأ بايه؟ نبدأ بالعلوم ادرك المصريون القدماء انه لا حضارة دون الاهتمام بالعلم والعلماء طبعا ده كلام اكيد جدا يعني ايه؟ يعني انت علشان تبقى انسان صاحب حضارة وانسان متقدم وتبقى دولتنا كده دولة متقدمة لازم تهتم بالعلم والعلماء لو اهملت العلم واهملت العلماء عمرك ما هتتقدم دايما هتبقى وراء دايما هتبقى في الاخر في المراكز الاخيرة لان العلم هو اساس التقدم اساس الروقية اساس النهضة المصريين عرفوا كده طبعا من زمان من سبعة الاف سنة لذلك قاموا بالاهتمام بالعلم القائم على التجربة والبحث وتوفير كل الوسائل التي تساعد العلماء على الابداع في كفة المجالات يعني كانوا بيقربوا العلماء دولت ليهم يهتموا بيهم بيقدروهم بيحترموهم ويوفروا لهم كل الوسائل اللي ساعدهم على انهم يخترعوا ويبتكروا ويعملوا تجاربهم وابحثهم في كل المجالات اللي قدامنا دي الفلك والحساب والهندسة والطب والكيمياء نبدأ كده بالفلك تعددت انجازات المصريين القدماء في علم الفلك يا ترى ايه الحاجات اللي توصلوا لها في علم الفلك عارفين يعني ايه الفلك؟ يعني دراسة الكواكب والنجوم والاجرام السماوية طب هما قدروا يعرفوا ايه؟ قدروا يعرفوا مواقع الكثير من النجوم والكواكب وكمان عرفوا التقويم الشمسي قسموا السنة لتلتمية خمسة وستين يوم وقسموها على اتناشر شهر متساوية يعني والفرق بقى بيننا وبينهم دلوقتي احنا طبعا عندنا في شهور بتبقى تلاتين يوم وشهور واحد تلاتين يوم اما هما خلوا كل شهور متساوية كل شهور عندهم كانت تلاتين يوم ثم كده هيبقى في نقص خمسة ايام تمام كده تلاتين طبعا في اتناشر يبقى تلتمية وستين ففي فدل خمسة ايام كانوا بيصبوها في اخر السنة كده ما بيعدوهاش اسمها ايه؟ اطلقوا عليها ايام النسيق جعلوها ايام اعيات يبدأ بعدها عام جديد يبقى كده عارفنا ان المصريين عرفوا مواقع النجوم والكواكب وعرفوا كمان التقويم الشمسي كان عندهم كم شهر؟ كان عندهم اتناشر شهر كل شهر كم يوم؟ تلاتين يوم طب ايام السنة كلها كانت كام؟ تلتمية خمسة وستين يوم كانت تلتمية وستين يوم دي الايام اللي بيعدوها بتتعد والخمس ايام اللي هما بيجوا في اخر العام كانوا بيسموها ايام النسيق وبيعتبروها ايام اعياد كمان قسموا اليوم لاربع وعشرين ساعة متساوية اتناشر ساعة ليل واثناشر ساعة نهار وكمان قسموا السنة لتلات فصول تتناسب مع الدورة الزراعية الدورة الزراعية عندنا فيها تلات فصول فصل الفيضان وفصل الزرع والانبات وفصل الحصاد فبرضو هما خلوا السنة تلات فصول وتحقيق تعامد الشمس مرتين في العام على وجه تمثال رمسي ستاني ومرة كان يوم يعيد ميلاده يوم ميلاده ومرة يوم توليه العرش يعني الشمس بتتعامد على وجه ده تمثال الملك رمسي ستاني الشمس بتيجي يوم عيد ميلاده بتتعامد على وجهه بتبقى عمودية كده او بتبقى يعني موجود دق الشمس على وجه الملك رمسي ستاني ومرة كمان يوم توليه العرش ده دليل على براعة المصريين في علم إيه؟ في علم الفلك نشوف كده علم الحساب كمان برعى المصريون القدماء في علم الحساب وفي تطبيق أصول وقواعد الحساب في حياتهم اليومية يعني كانوا بيستخدموا الحساب ده في حياتهم اليومية طب إيه الدليل على كده؟ استخدموه في قياس مساحة الأراضي الزراعية يعني كانوا بيقيسوا به الأراضي الزراعية عن طريق بقى الأرقام طبعا الأرقام يعني إيه؟ يعني حساب ووحدات القياس اللي استخدموها زي القدم والزراعة وكمان تقدير كمية المحاصيل الزراعية يعرفوا يقدروا المحاصيل قد ايه كميتها قد ايه من خلال علم الحساب ومعرفة مواسم الزراعة بداية كل موسم وتنظيم مياه النيل وتنظيم المعاملات التجارية وحصر غنائم الحرب وتسجيل رواطب الموظفين والجنود كل دي حاجات عملها المصريين بتدل على ان هم كانوا براعين جدا في علم الحساب نكمل ونشوف علم الهندسة ايضا المصريين كانوا براعين في علم الهندسة وقدروا ان هم يتوصلوا الى اشكال هندسية زي المربع والمستطيل والدليل على براعتهم في علم الهندسة ايه؟ هو بناء الاهرامات ايه دي صورة طبعا زي ما احنا شايفين للاهرامات هرام خوفه وخفرع ومنقورع اللي بتعتبر ايه؟ بتعتبر يعني من اعظم ما خلده لنا المصريين القدماء وفيها هرام خوفه احد عجاب الدنيا السبعة اللي ما زالت باقية حتى الان ده دليل على ان هم كانوا براعين جدا في علم الهندسة ان هم يبنوا الاهرامات بالعظمة والضخامة دي وتستمر هذه السنوات الاف السنين طبعا يعني صمدة وبقية وسبتة يعني يعني ان هي ايه؟ ما فيش اي عامل من عوامل الجو قدر ان هو يأثر فيها ولا زلازل ولا رياح ولا امطار ولا اي حاجة يبقى كده عرفنا ان المصريين برعوا في علم الهندسة والدليل على ذلك بناءهم للاهرامات طب نشوف علم الطب كان من المهن ذات التقدير والاحترام لدى المصريين القدماء يعني كانوا بيقدروا جدا هذا العلم والاطباء يعني القائمين بهذا العلم وتوصلوا الى تشخيص الامراض وطرق علاجها يعني عرفوا ازاي يشخصوا المرض يعني يتوصلوا الى معرفة سبب هذا المرض وازاي يعالجوه وكمان كان عندهم تخصص في الطب كان فيه اطباء للعيون والاسنان والامراض البطنية والجراحة وكمان عرفوا حاجة مهمة جدا وهي الطحنيت ايه الطحنيت ده؟ حفز الجسة من التلف الميت طبعا اول ما بيموت بيبدأ جسمه بايه؟ بيتحلل بقى ويفنى لكن هم كانوا عايزين يحافظوا على جسم المتوفي بحيث انه ما يتحللش فكانوا بيقوموا بتحنيته وده طبعا بسبب عقيدة البعث والخلود يبقى هم عملوا التحنيت للحفاظ على جسس موتاهم بسبب اعتقادهم في فكرة البعث والخلود وحتى الان لم يتوصل العلماء والعلم الحديث الى معرفة سر التحنيت عند المصريين القدماء في صورة عندنا اهية بتمثلنا او توضح لنا ازاي كانوا بيقوموا بتحنيت الانسان المتوفي وفي صورة كمان لاحد المميوات القديمة اهوت شايفين ده يعني احد الفراعنة المصريين القدماء وهو طبعا متحنت اهو جسمه كما هو زي ما هو ما تحللش ما بقاش بقى هيكل عظمي وفنو لا زي ما هو ده بسبب ايه بسبب التحنيت كده تعرفنا على علم الطب نشوف علم الكيمياء نبغى المصريون القدماء في الكيمياء حيث توصلوا لصناعة الالوان عرفوا ازاي يعملوا الالوان والاصباغ والعقاقير والادوية من الاعشاب مش احنا قلنا ان هم كانوا بيشخصوا الامراض وبيعرفوا علاجها طب يعالجوها ازاي بيعملوا طبعا بيصناعوا العقاقير والادوية طب صناعة العقاقير والادوية دي الدليل على برعتهم في علم ايه علم الطب ولا الكيمياء لا طبعا علم الكيمياء تشخصوا من الامراض ده برعتهم في الطب لكن صناعة الادوية ده الدليل على برعتهم في علم الكيمياء كده اتعرفنا على العلوم اللي نبغ فيها المصريين القدماء تعالوا نشوف بقى دلوقتي تدريب على الجزء ده عندنا هنا مجموعة من العبارات وعايزنا ننسب كل عبارة للعلم الذي يختص بها طبعا هنا مجموعة العلوم اللي احنا خدناها الطب والكيميا والفلك والحساب والهندسة لو قلنا هنا معرفة مواقع النجوم والكواكب عايزك تحل على طول قبل ما انا اقول الاجابة تكون انت قلتها عشان تعرف اجابتك صحة ولا غلط معرفة مواقع النجوم والكواكب ده فين بقى هنسيبه العلم ايه؟ يا ترى علم الطب ولا الكيميا ولا الفلك خلاص سمعت خلاص علم ايه؟ طبعا علم الفلك براوزا عليكو شطار طب نشوف السؤال التاني معرفة التقويم الشمسي برضو علم ايه؟ برضو علم الفلك يعني واحد واثنين تبع العلم الفلك طب ثلاثة صناعة الادوية والعقاكير من الاعشاب ده دليل على ايه؟ علم ايه بقى دوت؟ طبعا ها علم الكيمياء فين علم الكيمياء اهو يبقى صناعة الادوية والعقاكير من الأعشاب ده دليل على برعتهم في علم الكيمياء تقسيم السنة لسلاسة فصول تتناسب مع الدورة الزراعية ده طبعاً بينتمي لعلم إيه؟ لعلم الفلك يبقى أنا خدت ثلاثة دلوقتي في الفلك واحد واثنين واربعة وخدت رقم ثلاثة ده مع إيه؟ مع علم الكيمياء رقم خمسة معرفة مواسم الزراعة معرفة مواسم الزراعة ده علم إيه بقى؟ ده علم الحساب نشوف رقم ستة حصر غنائم الحروب برضو تبع علم إيه؟ الحساب رقم سبع بناء الأهرامات طبعاً على طول ده علم الهندسة ده يبقى تبع علم الهندسة تمانية طحنية الموتة علم الطب تشخيص الأمراض وعلاجها برضو علم الطب تمانية وتسعة تبع لعلم إيه؟ الطب صناعة الألوان والأصباغ ده علم الكيمياء كده بنكون خلصنا درسنا النهارده درس سهل خالص وبسيط خالص طبعاً إن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل بقى مع بعض درس إيه؟ الحياة الثقافية والعلمية عند المصريين القدماء استنونا أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر